موسيقى يا أيها المدسر قم فأنذر مع أنه رسل يكون الوحيد فيهم بشير ونذير بشير ونذير إلا أنه البداية كما تلاحظون في الرسالة شو كانت انذار انذار لأنه على فكرة من الأولويات درء المفاسد أولى من جلب المنافع لازم يكون في صيحة في هذه الأمة أنه أنتم ماشيين في طريق خطير أنتم في منزلك فإذا أول قضية مشان الناس تنتبه شو لازم يكون انذار هذاك التبشير يصير لمن للي عقبل وقبل وقال لك آه أنا سلمت نفسي وإنت صادق طيب هينا مشينا في الطريق وهيا بعد عنا الخطر آمنا ومشينا في بيجي البشرة لكن هي العمم كلها كانت الرسل الأول ما تأتي إيش إنذار الإنذار هو اللي بيأثر في الناس أكثر يعني بيأثر في الناس أكثر وبيهزهم وبيلفت انتباههم لأنك أنت بتخوفه أنتو مشيين في طريق مهلكة المجتمع رايح تصور واحد مصلح يجي يقعد يقول للناس المجتمع رايح في داهيا أكم سنين أكم سنة وبتموتوا من الجوع ديروا بار إيش إيش تعال نشوف شو القصة شو مالنا إحنا شو مسيرتنا وين الخلل وين وبالتالي هي في البداية إيش قم ومفهوم الآن قم بالنسبة لكم إيش يعني قم بشيك قم فأنذر وربك فكبر مش كبر ربك لأنه لما بيقدم أفك ربك معناته للأهمية وربك فكبر بمعنى أني أقول يعني الله أكبر لا هذه شعار هذه شعار الله أكبر شعار 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 المسلمين لا إله إلا الله شعار آخر لا إله إلا الله شعار محمد رسول الله شعار ديروا بلكم دايما المبادئ المبادئ والأفكار والقيم حتى تغرس في النفوس لابد يكون فيه شعار ويردد الناس صغير وكبير صغير وكبير مش أن تفسخ الأمور في إذا كلاحظوا أنت في العيد أولا في الصلاة في الصلاة كيف تبدو فيها أنتم الله أكبر تمام في الأعياد في الأعياد تكبير والمسلمين في الحروب لما كانت تقوم المعركة شو شعارهم الله أكبر الله أكبر هذا شعار من هام جدا هو لا إله إلا الله والله أكبر تمام وربك فكبر أكبره في أكبره في إيش أولا في اعتقادي صوروا إنسان الإنسان لما بوصل فيه الاعتقاد الجازم أن الله أكبر أكبر الله إيش أكبر في أي باب في باب العلم الله أكبر في باب الحكمة أكبر في القوة أكبر وين بوصل تفكيرك أكبر هذا مفهوم لا نهائي تصوروا تصوروا لما يكون في ضمير المسلم أن الله أكبر طب الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لحظه قم فأنذر اللي بده يقوم ينذر بيكون مؤتقد أنه إيش ربي اللي خلقني ورزقني ووهبني والآن بيربيني ما هو من ضمن التربية على فكرة الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بده يقوم ينذر في ضميره واعتقاده في ضميره واعتقاده أنه الله هو الأكبر شو بيكون الناس يعني وكل وكل اللي بيحشدوا هدول كل اللي بيحشدوا وكل اللي بيتعامروا مش في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ كله في أيامكم لأنه في بعضكم ممكن يجأس لذلك اليوم لازم نرسخ في ضمير الناس أنه الله إيش أكبر لأنه اليوم الناس لما صارت عبارة الله أكبر كأنه ملهاش معنى بيقولوها وبيفكروش فيها يش يعني أكبر يش يعني أكبر يعني القضية محسومة لما قال له قم فأنذر وربك فكبر أنت هذا الموضوع بكبره أنا فقط في اعتقادي بس في ضميري بيكون أكبر سلوكي في كثير من الناس أفكرة لما بيسلك تكتشف أنت هذا ما ما ممكن بيعتبر الله أكبر لو بيعتبر الله أكبر ما سلك هالسلوك ولا خضع ولا ذل ولا عطى الدنيا مش معتقد أنه الله أكبر يائس يائس معناته مش معتقد أن الله المتصرف وأنه هو أكبر من كل دولا المتعامرين يلي بيعملوا مؤتمرات وبيحتجدوا وبشوف دول عظمى وتخفصي الأخير بشوفهم كبار كثير هو بشوفهم كبار كثير ليش لأنه مش معتقد الاعتقاد الحقيقي أنه الله أكبر مش معتقد أنه الله أكبر ولا معتقد إذن المسألة أنت حتى في سلوكك نقدر نكتشف أحيانا أنت وين واصل وين واصل في الله أكبر في عالم عالم القوة وفي عالم الرزق وفي عالم إلى آخره من سلوكيات الناس على فكرة بتقدر تعرف أنهم بيكبروا وبيعتبروا هو الأكبر ولا كيف يعني هذا الشعار اللي منقوله كل يوم في الصلاة الله أكبر هذا ومنكرره مرات في الفروض خمس مرات وفي غير النوافل وغير قيام وغير الأعياد ها الله أكبر الله أكبر يعني إيه أنت بتظن أنه بس يعني كلام كلامه الأعتقاد هذا لازم يكون له سلوك سلوك فيه كبير فيه كبير فيه كبير بس الله أكبر إذا الله أكبر معت كل هذا اللي قدامك صغير أنت خايف من مين كله صغير شو كله صغير أنت شوفوا شوفوا معالات الأمور دائماً الناس بتكون حسية وثنية اللحظة الآنية تخدعها لا أنت شوفوا الأمور كيف ماشية وين كانت الأمور قبل خمسين سنة واليوم قبل أربعين سنة واليوم قبل ثلاثين واليوم وإحنا شايفين وقبل عشرين واليوم وقبل شوفوا شوفوا شو سقطت مذاهب وقيام وكذا وقداش كانت فيه يظنوا الناس أنه سيطرة الإلحاد وسيطرة العلمانيات والناس انحرفت ومعات شحد يؤمن اليوم العالم كله على فكرة يرجع لربه مسلم وغير مسلم مسلم وغير مسلم كله هذا كيف أجل انت بش شايف المعركة الله أكبر كل المؤامرات اللي بتشوفها الله أكبر وهون جيد أنه نلفت الانتباه الآن وربك فكبر شوفوا هذه النصائح تصوروا من أوائل ما لما خوط بالرسول صلى الله عليه وسلم في أول آيات قم فأنذر وربك فكبر أكبر في كل تصرفاتك واعتقاداتك سلوكك كلامك شعاراتك الله أكبر اليوم لأنهم بحاولوا يشوهوا أعداء الإسلام بحاولوا يشوهه هذا الشعار وهذه النشيدة الجميلة الله أكبر بحاولوا يشوهوها هو محاولة تشويهها من أجل تشويه الإسلام نفسه ولذلك وظفتنا إحنا إيش هذه الشعوب المستضعفة في العالم الغربي وغيره ما هي شعوب مستضعفة لأنه مسيطر عليها ومسحورة بسحرها الإعلام والناس المسيطرين وبقودوا هذه الشعوب بالملايين بقودوها وينما بدهم وينما بدهم وبوجهوها بطريقتهم هذه الشعوب هذه الشعوب هذه الشعوب بدأت تتفتح الآن بحاولوا مثلا يزيفوا مفهوم الله أكبر لذلك أنا أرى أنه خصوصا الناس الموجودين في المجتمعات الغربية المجتمعات الغربية جيد أنهم يشرحوا للناس للناس شو معنى الله أكبر لأنه مش راح يكون في حدا ممن يؤمن بالإله يرفض هذا الشعار هم الآن بحاولوا يزيفوا ويشعروا أن هذا الشعار الله أكبر هو شعار تدميري شعار قتل الشعوب تستطيع أن تتخاطبها وتكسبها وجيد أن يكون المدخل يفهموهم إيش الله أكبر إيش يعني إحنا المسلمين إحنا لما نقول الله أكبر وإنت منقولها في مواجهة مين ومتى منقولها هي دائما إحنا منعتقد الله أكبر ولا تقال إلا في وجه الظالم المتكبر أصلا اشتركوا في القناة